كانت الدنيا شمس ومأحلاها طلعت حقاية الدنيا عبارة عن ما شاء الله مطار وبرد لأو أنا أيش صاف السيارة بعيد يعني مشيت بس حلول مشي تحت المطار يعني هيك بيغسل القلوب المي هيك وهي نازلة بس أنا بخاف أمرض لأن أنا من الأشخاص اللي منعتي كتير قليلة فأخاف أني أمرض لأنه إذا أمرض يعني ما بأمني الفرشة فمنعتي لأنه كتير اللي ما بدي أحمل بدي أحكي عن حفلة إديانا اللي حتكون في قبرو سرح أنزلكم هلأ بوستر تفاصيل تبريخ وكل الشي لحظة بسطن لأنه ايش شوف بعدها أنا بعدها أول اللوم نزلت لكم التفاصيل بالبوست بـ 23.2 حيكون الحفلة بقبروز نزلت لكم أرقام التليفون اللي حاب يحجزوا للحفلة وبأي قتال وكل هاتفاصيل طبعا إحنا حنكون كنا موجودين وأكيد بحب لكل المقتربين اللي عايشين في تركيا أنهم يجوا ينزلوا على قبروز ويحضروا الحفلة معنا رح نبصل كثير ونهيز عن كون أنا وهيوشي كمان هناك وبس يا حلوين أمامير I love you والمطر ما شاء الله مسموح ما شاء الله يا رب الله يزيد وبرك يا رب الله يزيد وبرك هاي يا حلوين رجعت لكم بس كنت عم بعمل كم تلفون اليوم بدي أحكي لدكتور أسامة الأخبار بدأ لك أول شي كل عام وانت بألف ألف ألف خير اليوم عمي لها دكتور أسامة بدأ لك إن شاء الله دكتور أسامة كل النجاح وتقلق في حياتك كثير عندي من المتابعين بسألوني عن المصابقة والتفاصيل نزلتها عندك على الإستجرام دحكي لهم أنه اليوم الدكتور أسامة رح يعلن عن اسم الفائس عنده على بس هو أخر الموضوع شوي لأنه كان هو في مؤتمر في دبي المؤتمر اسمه طبعا هذا المؤتمر هو الدولي وعالمي يهاي سنة عملوه في دبي واختاروا دكتور أسامة الأخبار من الأردن ليحكي قصة نجاحه في هذا المؤتمر فأكيد كنا فخرين في دكتور أسامة وان شاء الله عليكم أنا شفت الستوري إنستجرام عندك لما كنت في دبي أبدأت متقلقك العادي فلكل لكل الصبايا والشباب اللي شاركوا بآخر بوست بالبوست اللي نزل الدكتور أسامة عنده عشان المسابقة اليوم رح يعلن عن اسم الرابح عنده على الإنستجرام والسناب شات هلأ بحط لكم بجرى بحط لكم إستجرام الدكتور والسناب شات تعقوا فوتوا وتابعوا اسم الرابح إن شاء الله كل حدا كان بنفسه إنه يعمل سنانه يفوز وإيلافيو هلنزلكم أكانتاتو بنزلكم كمان هيك منصورة مشغلة إنه شغل الدكتور رائع رائع شد